المرافق للأب المصاب بالزهايمر أو للأم المصابة بالسرطان أو غير ذلك من الأمراض المزمنة المستعصية يحتاج إلى إعداد خاص أولا في احتساب الأجر عند الله وما يلقاه يوم القيامة من الثواب الجزيل على صبره هذا ثانيا في أصول العناية الطبية والرعاية لنوع المرض الذي يعاني منه من يرافقه ثالثا في سياسة تدبير التفرغ ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة التي توفر الأوقات اللازمة لمرافقة المريض كالعمل عن بعد والدراسة عن بعد والتناوب بين الأبناء والأقارب والمتطوعين ترجمة نانسي قنقر